بسم الله الرحمن الرحيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أخوكم رويا وستمزلت رجال لكم حلقة 26 من سيفر ماينكرو طبعا أمس نزلت مقطع اساس الكريت والكلف اللي قمتاتر ايه انا بغو ماينكرو ورغم والله العظيم ان هذا الأسبوع تخيلوا عندي مو بذلك الأسبوع اليومين الجاية تخيلوا 4-5 عندي ثلاث اختبارات يعني يوم الاربع اختبارين ويوم الخميس اختبار وكلها مدات وكلها من 20-25 درجة لكن قلت والله ما اردكم وانزلكم احلى حلقة لستيثل ماينكرو اليوم ان شاء الله انتم قارين في العنوان طبعا الحلقة هذي من جدة اعتدر انها رح تكون قصيرة جدا انها عندي اختبارات فايب اللهم ترى اي قاعد اشتغل اهالي شغل جيد شغل طيب فبتشوفونا ترى لا تحسبوني مخليها كذا مزلبها لا والله بس كل ولا انها تطول شوية وفيها تفاصيل فقاعدة مش عليها حبة حبة انا من ممره في البناء يعني ما شاء الله في غيري لو تعطيه مشروع كذا في يوم واحد اوش يوم واحد يا عمي بالساعات ما شاء الله يخلصها لكن انا مش مرة في البناء فعشي كذا مطول طيب انهم ما علينا خنشوف انا الحلقة الماضية عطيت سلوم وفيصل عضويات الفي اي بي فما ادري هل احطوا شيء او خذوا شيء بزيادة اي الظاهر اوكي ثواني اسدر والله خذوا من الفلايت 3 الله يا اخذوا من اسم ماين اعطوهم وجه ذولي الله يا اخذوا من اسم خذوا من الفلايت 3 على طول شوية من 2 يا سات اه طيب مو مشكلة هنشوف في احد لعب لعبتنا طيب انقام ما نسوي اي شيء لازم اروح اضبط دروعي ايه لازم اضبطه روح اجمعني البلات اوف والله بتتكسر هذي لازم اروح لازم اروح عند القولد فار على اساس اطور هذي او يعني اصلحها بالمندينج وعلى اساس اجيب قولد احتاج كمية قولد كبيرة لاني راح اسوي اليوم مبنى او محل بسيط كذا قولدن ابل فراح نشوف ان شاء الله خلونا ننزل هنا نشوف شو السالفة اوكي ما حد لعب اوكي خلونا نتوجه الحين ووريكم الشيء الجديد اللي صارت هنا وفيه شي فيه شي اقتراح جامد جاني اقتراح جامد مرة مرة يعني تشوفون اصبر ثوانا خلونا نوريكم محل الساعر هذا المشاء الله رهيب مرة بعدين نرجع لكم بخصوصها الشيء بخصوصها الشيء ما شاء الله المبنى مرة سطوري مرة مرة معجبني ظهر سوا فيصل صح؟ يب فيصل راح يفتح بس مادروا شو راح يبيع فيه متوقع اقرب شي بووشنات لكن مسوي عبدالله بووشنات مادروا شو يبيع صراحة لكن فكرته او البناء 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 اسطوري شو المبنى يا ساتر وهنا كأنها جرة فيه طلع منها بويزن مادر ايش ايو على طاري فيكتير قالوا ريان نشتر من محل الخشب اللي سواه فيصل يب شريت كمية كبيرة من فيصل قاعد تبني نرجع للموضوع فيكتير قالوا ريان خذ اجار او خذ منهم حبات دايموند اجار على اللي قاعدين يساوونه انك شوي واحد باني فوقك اخذ منهم اجار جاتني فكرة ثانية جامدة مرة 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 وبإذن الله راح اعتمدها والله اعطيك العافي اللي كتبت التعليق وجاني تكتب لي تعليق ولا كتب لي في استقرام والله ما ادري اعطاني تعليق رهيب مرة طبعا هنا برضه فارس نسخ لسكوبا بيس للمحل حق ياسر لكن يبيع بارخص احدا تو Stack لو ياسر وارس يبيع احدا وان Stack يعني هنا الواحد مفروض يجعل فقاررت قرار وجاني هالتعليق وراح اعتمده بإذن الله راح أكثر اسوي مبنى اسم المبنى مبنى مكافحة الفساد المبنى هادو عبارا واي اثنين منهم مشكلة في المحلات ا flavors لدي م muốn . واحد يخرب عليه واحد جنبه احاولة يdertكر السوق واحد وحاولة يكرر بينه ويكسر السوق السوق والا ما بناRS وسأكونọك في تباهم يعزي مثلا انا مثلا راح تقدمت شكوه في مبنى مكافحة الفساد قلت ان فوقي مثلا ناصر وفوقي ريفليكس وهم خربين علي وبانين فوقي وحايسين علي السوق هنا فيصدر قرار يلزم عمر وناصر ويلزم ريفليكس انهم يدفعون لي مثلا شهريا بلوك الدايموند فبيكون مرة شي سطوري وانا ان شاء الله راح يكون هذا الرئيس حق المبنى هذا عشان ضبط عمرنا عشان ضبط عمرنا لحد يقول لحد بطريق ، على طريق ، على طريق .. على طريق كل ترام في مفاجئة قريبة مفاجئة رهيبة للسيرفر فا ترقبوها ترقبوها شي كنتم بتنظرون اكذا اوما بديني السيد الثانين تقلون سووه فانا ما راح يقول شي وبتشوفون ان شاء الله قريبا بإذن الله طيب الحين بنحدد المكان اللي راح نبدل فيه وش المكان اللي راح نبدل فيه انا فكرت صراحة فما ادري ما في مكان احسن انه مناسب يعني هنا كله زحمة 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 هناك منطقة تلعاب هنا.. هناك مكان مناسب اقتراح لي ياسر قال ابن هنا لكن هنا حسها ضيئ.. احس شاطح مرة يعني تخيل تطلع محينة تلقى قدامك المحل احس مرة قريب بصير مكانة كأن مكان القرأ الي سواها فالس اذكرون تخيل تطعم البابا حق اسمون تلقاه في وجهك مرة حس اقريب عندي اقتراحين يالي اصفة انا اووو ارطاري بأشيك على هذي بوريكمها بس خلنا نحدد الموقع اللي راح نملي فيه إن شاء الله وراحHNرجع لهاذي بتكلم عنها في مكانا يأني اشويها هنا واشوف لن المنطقة هذي ميتة مفروض ان ن kleinبني leaningale لكن اشوف انها مماطقة ميتة فياأني ابني تفاحة او ابنيها في هذه الجهب لأ مع رح تكون هنا... عند الدوار هذا ممكن تكون بعيدا ريان لا! ليست عليكم الاسبون راحي تشعب الاسبون راحيوصل عمي ليه هناك الاسبون راح يكون كبير مرة فأشوف ان مكانة هنا عند الدوار بيكون مرة سطوري فايب راح ابنيها باذن الله هنا قدامكم هنا ان شاء الله راح يكون المبني حق القولدن ابل طيب تقولي رايين مش فايدة المحل هذا حق القولدن ابل القولدن ابل هذا راح سوي ديزاين انه او ما تدخل راح تحصل على المينك تشستات او شول كرز ممكن تكون شول كرز احط ايتم فريم وحط قولدن ابل عادية راح اكتب عليها فور فري والقولدن ابل المطورة خليها بثلاثة دايما سبب عيالنا الحين ما في شي اسمه واسم سوي كرافت من عانبلا المستحيله هذي غالص وكننا تقدر تسوي الا جودا ابل عادية اما جودت ابل مطورة ليش لديه ساعريا لانك ما حصية تحصل الى فـ تخيل في البلداثت بس في الشهستات هذين تروح تلقاهها هناك الجودا ابل مطورة تخيلوا يعني ما في شي اسمه كرافت يعني كتسوي كرافت للجودا ابل مطورة او النج ابل مستحيله ويب هذا سبب سأجل سعر الجودا ابل مطورة اغلى وأنتم يعطون اقتراحاتها هل تفضلوني خليها بها السعر ولا أغلى من كذا طيب خلونا نرجع ونمريكم الدروبر يب ثواني قم نمريكم الدروبر هو في لعبة هنا رهيمة مرة 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 سواها ياسر فإذا تبغون نلعبها الحلقة الجاية نلعب كذا ثلاثة أنا وياسر مثلا فارس قالوا أنا وياسر وسلوم ولا أنا أو أي شباب السيرفر نلعب في اللعبة ونسوي كذا حلقة خاصة بإذن الله نجتمع كذا ثلاثة شخاص ونلعب كذا نسوي حلقة كاملة عن مدينة الإلعاب والألعاب الجديدة اللي رح تكون هذا البي بي بي وهذه هذا البي بي بدت ولا لا والله ما أدري البي بي وهذه اللعبة ونجرب كل ألعاب السيرفر في حلقة واحدة ونشيك برضو على آبا في تحديثات جديدة رح نشيكها إذا تبغون الحلقة الجاية يكتبونوا الكومنتات هل تبغون تكون الحلقة الجاية عن مدينة الإلعاب ولا لا طيب خلونا نرجع للدروبر حقتنا ونقول إن شاء الله والله صعبة شوية لكن كنت بقول إن شاء الله نكون مخلصين عبال الحلقة الجاية لكن والله ما أعتقد صراحة رح تاخذ وقت ألمهم حددت التحديد هذا والمقاسات هذه فعشرة ثم هنا خمس لفات ثم عشرة خمس لفات ثم عشرة أو خمس قسلي زوايا رح حفر على تحت وإيه جاني اقتراحين أو مو بل اقتراحين عندي خيارين الخيار الأول وشو أني أخلي إليفيتر أو أسوي إليفيتر وهذا الشي كثير يعني قال ورين أسوي إليفيتر أصرف لك وفضل لك هذا الخيار اللي حاط في بالي في واحد قال لي وشو حط سرير فوق وخلى مثلا يلعب كل ما يلعب يموت رص من فوق رص من فوق رص من فوق كل شوية وإذا مثلا خلصها مثلا وخلص الدروبر وخلصها ويبغي يرقى فوق يروح يذبح نفسه مثلا على جنبكم في لابا يذبح نفسه عشان يرص من فوق على طول حسنتنا فيه مشكلة في هذا الشي وشو أفرض أن إلي جاي جاي الصبح طيب وشاف سرير وكتبت مثلا قبل أن تتعلم يجب أن تتعلم أو شيء زي كده ما يقدر ينام في وقت صباح فبخلي ينتظر لين يجي الليل شوفتوا كيف هذا المقصد فبكون شيء مرة غبي راح أتمد إن شاء الله الاليفيتر بإذن الله فايب هذا الشي راح يكتمل قريبا إن شاء الله شوف ترى شيء سيئ مرة انك تبدأ أكثر مشروع مرة واحدة لكن إن شاء الله نبحاؤون أشهد على عمري هذا ما راح أبدأ يعني إلا إلي خلص الطاحونا الطاحونا إن شاء الله بإذن الله راح أخلصها قريبا قريبا مرة يعني خلصت قريبا منها 60% طيب ألمهم حلوني الحين أروح لما الجولدن فارم أجمع لي شوية XP لأنني بصلح دروعي بصلح البو والله البو يبي لي صلها كم بقي له بقي 6-8 والله يبي لي صلها بس مش كما أدري إذا عندي إذا هناك فيه سترينج ولا لا ألمهم ما علينا أوبا أوكي لتس جو لتس جو بايبي لتس جو والله إني شاء الهم تعرفون اللي قاعد أتصوروا شاي الهم من الإختبارات هل أدري إن كثير بيجون ريان ريان خلاص لا تصور حلقات إذا عندك إختبار أنا أدري والله إني أدري لكن فيه ناس ضايق في القناة وأدري إنه مستقبلك أهم يعني دراستك أهم من أي شيء ثاني لكن فيه ناس يعني تحب السلسلة ودعمهم هو اللي خليني أواصل فما عندي أي مشكلة ما عندي أي مشكلة أصور كذا بس ساعة واحدة بس ومنتجها في قلال ساعة ثانية أو نص ساعة وأرفح عليكم حتى لو كان مدتها قليلة فأنا أضبطتكم بحلقة ما عندي أي مشكلة أنتم مضبطوني بإني اللي يجي يكتب في كومنتات ريان الحلقة قليلة مثلا ربع ساعة مات ليتك خليتها نص ساعة قلولوا لني ريان مشغول بإختبارات فما قدر يصور زي كذا فيب هذا اللي بوضح عليكم خلونا إن شاء الله معي يب معي كويس خذ يلا بسم الله خلوني أجمع لفلاد شوفوا 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 حمي قسر الصوت بس شوفوا شوفوا المندنك يا ساتر شوفوا كيف أسرع شي تصلح المندنك واو والله واو طبعا هذا ما يحتاج أني صلحها بس يا الله هات البس لأن هذا منندنك بس ما ما تكسر مرة شوفوا خاص تصلح يا أخي والله العظيم منندنك شي خرافي والله ودي والله ودي أو هذا باعت صلح أو إنه ما أخرب أصلا ما ما يدري بس ودي المندنك على ذوري الثنين الهلمت والرجول الهلمت والصروال والله لو يجي عليها يا السلام فايب طيب خلوني نشيل هذا برضه عشان تصلح مرة واحدة البيكاكس ونجمع كم لفل ونصلح أغراضنا أوكي خلوني نصلح بس قبل ما نحبات ما ندري إذا تكفي ولا لا ثواني وين الانفل 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 خنشوف كم حبة دايموند راح تفلل هذي أو إنه نسوي هالما الثاني خنشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة كفاية حلو ما يحتاج إنه نسوي هالما الثانية يا السلام وهذي هذي سبعة فاخنوا واحد اثنين ثلاثة ياب ثلاثة كفاية حلو صلحناها تقيم بسبعة دايموند أتوقع لأن أخذنا ثمانية وبقى حبة فأتوقع لأنه بسبعة دايموند أنا مفروض أني أفك بس إن شاء الله أنا فيه هنا آآ غول لأنني أحتاج غول ظاهر ما أوكي أوكي لا حول حول فيه راح أحولها كلها بلوكات ونشوف كم بلوكة راح تطلع معنا يا ساتر طيب راح أجمعها كلها وحولها بلوكات لأنني راح أستخدمها في البناء فأيب نشوفكم هناك أو ما نوصل كي ثماني أنا برجع أشياء هنا وفي نفس الوقت أوكي خشب من الخشب رجعي هنا بحتاجه في بناء أشياء بنطح هنا ببناء أكثر من الشي طيب أحتاج شوية غلاس أوكي خلوني نطبخها جلد دعمنا نحتاج شوية غلاس آآ وأحتاج ثواني أحتاج وش حتاج إيه أحتاج كلي أحتاج كلي أو تريكوتا معنا صح فخلنا أخذ أحتاج بلاك بلاك الظاهر بهذيك صح والبراون بهذي صح خشوف يب حلو هذا البراون آآ يبغالي جيب بلاك حلو البلاك بالسكويد ذاك مدرش اسم أمه خلونا نروح نجيب فيه يصبصب ثواني 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 فيه شي يبدأ ما نروح كله شوي وروح نذبح زي ذولي فيه محل حق لافا ومكتوب عنده وشو ظاهر بأربع حبات دايماد خلنشوف يقولك مدرش 4 دايماد ظاهر نكتشتري اللي تبي بأربع دايماد وتحط خذ الكمية اللي تبغاها هذا الكلام اللي قال إلي قبل إنكساكشوب بايلافا فيب تدفع أربع حبات وتاخذ كمية كبيرة خذ اللي تبغى يعني فخلونا نروح نجيب ثواني ثواني ما نروح نجيب من عندنا أربع حبات دايماد يا ساتر بوط اضطراري هنسوي كذا ناخذ أربع حبات بس ونرجع هذا الباقي هنا يا سلام خلونا ندفع نحط الأربع حبات لا يكون عنده اوكي كويس توقعت هنا في اندرشست وما شيكت واحد اتنين ثلاثة أربعة بدل ما نروح أذب أخرى صلنا ناخذ لي كمية يعني واحد اثنين ثلاثة أربع خمس ستة سبعة ثمانية ما قصرنا صراحة كثرنا يا لأولاك ما يخالب يعني فتقريبا نخذنا بكمية ستاكين بحبة دايماد عشان نحطها تحت خلاص ما في أمل نحتاج أننا ثواني الألوان هنا دايم اوكي عندي أربع حبات المهم خلنا بحط هذه كله هنا على أساس هذا طيب عطنا الكلي ها التريكوتا يا سلام بس هذي راح تاجها ليش هذي راح تاجها اني خليها الجذع اللي فوق حق القودنابل فايب خلونا ننتظر هذي لاني بحتاجها المهم ما راح اطول عليكم او ما وصل منطقة وابدا بيناه راح أرجعلكم طيب يلا خلونا نروح ونبنيها أنا كان بيمكاني نبنيها هنا طرح حلو مكان هذا هذا والله جيد هنا لكن في هنا البارك حقت او مدري هنا في مستنقع بسيط حق مودي او صراحة بيمكاني نبنيها هنا هم والله والله مدري خلني بنيها هناكو بس مش مشكلة عشان نوسع المنطقة وصير الكل يقدر بني أماكن متفرقة طيب هل أبنيها بهالوجه وجه يكون هنا ولا أخليها شكل بخليه هنا كذا وجهها كذا على طول خلونا مش Shakti والله أبني بيميني هنا شيء و 일ل يبني هناكي ساري شيء ف راح أبني هنا انشاء الله طيب let's goو يا حبيبي let's go طيب خلونا نبدأ من هنا خلونا نبدأ من هنا انا شو والله عندي فكرة حلوة اني اخلي بينها موية فاش رايكم شكلي بخليها هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فننطلق واحد اثنين ثلاثة كذا يا سلام والله رح نستهلك جولد واجد الله يعيننا اما شو اذا قدرت ابني نسل فكرة لقولكم اياها اني حوطها بموية ولا خليتها عادية فقلنا اوكي واحد اثنين ثلاثة اربعة وخمسة ترقع لفوق رح ابنيها وخلصها وركز سبيبنا بعدين ارجع لكم فايب بي رايت باك وهذه هي خلصناها القولدن ابل او محل القولدن ابل اعطيوه رايكم ماذا رايكم في القولدن ابل فانا بانكم سويتها بطريقة عادية فاجوا الشباب ما قصروا عبدالله حكيم وبرض ياسر فقالوا في اكثر من تعديل لو حطيتها بتكون افضل القلاس ما قصروا صراحة وحطيت هذه زي ما قلتلكم صارت اجمل مرة يوم حوطتها بموية حطيت شوية لباز ورود هنا وزهور فطلعت مرة افضل فاعطيوه رايكم فيها ما مدري احسنها جيدا ونوع ما موب جيدة مدري فالجوه الامانة ما سويت شيء الجوه الامانة ما سويت شيء بس يعجبني الدارك اه بالدارك هذا بالخشب الدارك مرة ياخي طالع شكل احسن معه مدري ليه زبدة جوه ما سويت شيء صراحة فالله اعطاني قال انا لقي نتش ابل هذي واسألت العياء قلت لهم اني راح اسوي هنا تشيست راح اخليها فاسوي حين ان شاء الله القولدن ابل العادية فور فري اللي يبي يجي اخذ عادي اخذ راحته وبحطي سار القولدن ابل اللي هو النتش فاسألتهم قلت شو سعكم في سعر ثلاثة دايمن قال لو بثلاثة دايمن قال باخذ منك عشر قولدن ابل نتش قولدن ابل قلت ليش لهذا الدرجة مرة رخيص السعر قلت مرة رخيص النتش ابل صارت حين نادرة فعلا الحم من جد صارت نادرة يعني فوق انك ما تقدر تسوي لها كرافت نادرة مرة وقوية قوية تخيلوا قودن ابل يعني فكر فيها النتش ابل ترى مرة قوية والواحد يحتاجها فلذلك بخلي السعر بخمسة بش رايكم بخلي السعر بخمسة باعرضها الين ما اجيب كمية جديدة فخلونا الحين جيبوا شو هذا اللي بيقي معاي تقريبا فكم تقريبا ستاكات ونص انا معاي معاي ظاهراي 11 توقع يب 11 هذا القودن ابل او وهنا في واحدة بعد جاهزة حلوين هذا القودن ابل العادي هذا النتش و هذا العادية خلونا نسميها اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نتش ابل والعادية اكتراحة كتب عليها قودن ابل يساوي 3 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة